اشتركوا في القناة مما يجعل سيقانها عرضة بشكل خاص للإصابة يمكن أن تؤدي الكسور إلى آلام شديدة ومضعافات خطيرة في حالة الكسور المفتوحة أو الكسور المعقدة وقد تكون معاناة الحيوان شديدة تانيا تحديات الشفاء يعد الشفاء ساق مقصورة لدى الحصان عملية طويلة ومعقدة تطلب حيوان أو تتطلب حياة الخيول أن تكون قادر على المشي والجري والتحرك بحرية يمكن أن تؤدي فترة التثبيت المطولة إلى مشاكل صحية أخرى مثل العدوى أو الطيرابات الدورة الدموية بالإضافة لذلك حتى بعد الشفاء غالبا ما تكون قدرة الحصان على استعادة حياته الطبيعية ثالثا رفاهية الحيوان تلعب الأخلاق دورا حاسما في قرار قتل حصان غالبا ما يواجه الأطباء البيطاريون والمالكون سؤالا صعبا هل من الأفضل ترك الحيوان يعاني أم إنهاء أيامه لتجنب المعاناة المستمرة في العديد من الحالات يتم تخاذ قرار القتل الراحيم لحفاظ على رفاهية الحيوان ورابعا الاعتبارات الاقتصادية يمكن أن تكون تكاليف علاج كسر ساق لدى حصان باهضة تطلب الرعاية البيطارية وعادة تأهيل والمتابعة استثمارات مالية كبيرة بالنسبة لبعض المالكين قد تؤثر فكرة إنفاق مبلغ كبير على حيوان مستقبل غير مؤكد على قرار الماضي قدما في القتل وفي النهاية تعذ قرار قتل حصان بسبب كسر ساقه قرارا معقدا ومؤلما يعتمد على تقييم معاناة الحيوان وتحديات الشفاء والاعتبارات الأخلاقية والاقتصادية إنها واقع صعب القبول ولكن غالبا ما يعتبر هذا الفعل تعبيرا عن الرحمة لتجنب المعاناة الغير الضرورية